تقدم سريع تحرزه القوات المشتركة في معارك تحرير تل عفر في وقت يؤكد فيه مراقبون أن مشاركة قوات التحالف الدولية على الأرض ساعدت بقوة في ذلك الأمر الذي يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة وزير الدفاع عرفان لحيالي إلى قاطع العمليات العسكرية في تل عفر ليست كسابقاتها من المعارك المهمة فسرعة التقدم فيها فاقت التوقعات لا سيما بعد معركة الموصل الأخيرة حيث تمكنت القوات العراقية مدعومة بالحجد الشعبي وقوات التحالف الدولي من الوصول إلى مركز قضاء تل عفر خلال أيام قليلة خلال 48 ساعة من انطلاق العمليات دخلت القوات المشتركة وأدامة التماس مع العدو في مركز قضاء تل عفر سرعة التقدم ينسبها مراقبون إلى مشاركة قوات التحالف الدولي على الأرض في المعارك ويؤكد المراقبون أن تلك المشاركة الفاعلة تأدت إلى ضعف التغطية الإعلامية وانحصار مصادر صور المعارك ببعض الجهات الرسمية نعتقد أن دعمنا ساعد بحماية أرواح الكثيرين إضافة إلى أنه ساعد القوات العراقية بالتقدم أمام عدو المتعصب ضرباتنا الجوية قضت على معامل تصنيع ملغمات ونتوقع أن تكون المعركة أصعب بالوصول إلى مركز المدينة وتشكل معارك تحرير قضاء تلعفر هاجسا دوليا لسيما بعد إبداء دول إقليمية تخوفها من حدوث دوافع انتقامية بحق السكان ولعل ذلك يفسر بعض الزيارات والتصريحات مع انطلاق المعركة الأمر الذي فتح الباب لقوات التحالف الدولي للاشتراك في المعارك بعيدا عن عدسات الكاميرات شكرا